اعلنت الكويت تخصيص 250 مليون ضلال لدعم الوضع الانساني في اليمن استجابة للمناشدة التي اطلقتها الامم المتحدة لتوفير الاحتياجات الانسانية للشعب اليمني وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالة في كلمة امام مؤتمر الاستجابة الانسانية لليمن ان دعم الكويت لليمن سيستمر رغم كل ظروف انسانيا وتنمويا عبر صندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة الاخرى واعرب الجارالة عن الامل في ان تسفر المساعي المبذولة على جميع الاصعدة عن نهاية للازمة اليمنية وذلك عبر الجهود المشتركة من الاعضاء الفاعلين في المجتمع الدولي لا سيما وانهم يملكون الالية لحلها وان يكون اي مؤتمر قادم عن اليمن معني بالتنمية واعادة اعمار اليمن في السياق المتصل قال الجارالة ان لقاءه مع وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الاماراتية ريم الهاشمي على هامش اعمال مؤتمر الامم المتحدة الانساني لدعم اليمن كان مثمرا وبناء واوضح ان هذا الحوار هام نظرا لما تقوم به ابو ظبي ورياض من برامج لمساعدة الاشقاء في اليمن ودور متميز في هذا الصدد تقدمت بريطانيا وفرنسا والمانيا بشكوى شديدة اللهجة لمجلس الامن ضد الانشطة الصاروخية الايرانية وتتعلق الشكوى بنشاطات الصواريخ الباليستية الايرانية القادرة على حمل اسلحة نووية واحدد السفراء الثلاث في الرسالة التجارب ونشاطات الباليستية الايرانية احتفلت سفارة الكويت لدى لبنان بالعيد الوطني الثامن والخمسي لاستقلال الكويت وذكرى ثمانة والعشرين للتحرير وبمرور ثلاث عشر سنة على تولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقالد الحكم واحيت سفارة الكويت في بيروت العيد الوطني الكويتي بحضور ممثل رئيس اللبناني ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة وأشهد سفير الكويت في لبنان عميد السلك الديبلوماسي العربي عبدالعالق ناعي في كلمة بالحفل بالعلاقات الكويتية اللبنانية واصفا إياها بالعلاقة المتجذرة المتأصلة المخلصة في صون المنجزات في سبل تعزيزها عبر مناخات تتجاوز المتعارفة عليه ديبلوماسيا اشتركوا في القناة